صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبى مشايل أسكف ورئيس دير القديس الأنبى أنتونيوس بكريف الباخ وجنوبي ألمانيا طبعا نيافة الأنبى مشايل تنيح يوم السبت اللي فات عن عمر 81 سنة قضى منهم حوالي 45 سنة في الحياة الرهبنية و10 سنوات أسكف الحقيقة هو من شيوخ الكنيسة اللي النهاردة يمكن سمعنا في صلوات التجنيز الكلمات الخاصة بحياة الأنبى مشايل وقد إيه هو كان شخص جميل ومؤثر وفي دولة زي ألمانيا فعلا كان من المؤثرين في هذه الإيبرشية قداست البابا توادرس الثاني أناب النهاردة عدد من الأحبار الأجلاء لحضور صلوات التجنيز كان منهم الأنبى برنابة أسكف تورين وروما والأنبى أرساني أسكف هولندا وكان بالإضافة طبعا لمشاركتهم هناك عدد آخر من الأباء اللي شاركوا في الصلاة نذكر بعض منهم كان الأنبى ديميان أسكف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر وشمالي ألمانيا والأنبى جابريال أسكف النمسا والأنبى تيودوسيوس أسكف وسط الجيزة والأنبى مارك أسكف باريس وشمالي فرنسا وأيضا الأنبى أنطونيو أسكف ميلانو بالإضافة لنيافة الموتران ماري فليكسينوس ماتياس نايش موتران الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ألمانيا وكهنة من الكنيستين الإثيوبية والإريترية طبعا بنجدد تعزياتنا مرة تاني في نياحة نيافة الحبر الجليل الأنبى مشائيل ترجمة نانسي قنقر